بمباراة بكرة حكم لقاء المصري وقاء الاهلي برضو عشان جمهير الاهلي بتتفرج علينا يعني بنتكلم على الكابتن ابراهيم نور الدين كابتن محمد عادل انا اسف وايضا هيكون يعني الكابتن محمد عادل من الشخصيات كمان المحترمة والشخصيات والحكام الحقيقة الممتازين في الدور المصحي ونتمنى تبقى بداية موافقة بالنسبة ليه الكابتن محمد عادل لسه راجع من تونس مبارح كان بيحكم مباراة النجم الساحلي والجيش الملكي في بطولة افريقيا بالتالي طبعا بالتوفيق وبكرة بكرة ماتش صعب الحقيقة طيب برضو كابتن ابراهيم نور الدين هيكون حكم لمباراة زد والاسماعيلي في مباراة الغد ايضا الساعة اربعة طيب نادي الاهلي بالرغم اخسارة السوبر دي معلومة يعني طبعا اتحاد افريقي اعلن النهاردة ان في زيادة في مكافئة بطولة السوبر الافريقي الزيادة 130% يعني النادي الاهلي كان بياخد 125 الف دولار لو كانوا كواصيف لا هو دلوقتي هياخد 250 الف دولار اتحاد العاصمة كان بياخد 200 الف دولار هياخد 500 الف دولار ده اللي اعلن عنده الاتحاد الافريقي بزيادة المكفئات الخاصة بطولة السوبر الافريقي بالتالي طبعا ماكسب برضو جيد بالنسبة للنادي الاهلي اه لالامور المالية زيزو وحاتم سكر مش هيكونوا موجودين في مباراة بيرامدز زيزو طبعا من اهم اللعيبة اللي موجودين للنادي الزمالك مش هيبقى موجود في ماشر زي ده اعتقد دي امور صعبة ممكن هيواجهها نادي الزمالك في الامور الفنية بعدها موجود هذا اللعب احمد سيد زيزو وبالتالي هو موقوف برضو ترقم انزارات مش هيبقى موجود في مباراة بيرامدز القادمة لهاكون يوم الخميس القادم طيب تحويل احمد عيد واحمد ايمان منصور للتحقيق بسبب شكوى نادي الزمالك نادي الزمالك اشتاكل الاتنين لعيبة بتواجدهم في نادي المصر احمد عيد حياء كان موجود او يعني تلات اندية حينا نتكلم امبي ثم راح الزمالك ثم راح المصر وانا عايز اتكلم على احمد عيد احمد ايمان منصور خلاص اوكي في شكوى ضده لكن احمد عيد احنا لسه لغاية دلوقتي في لعبين ممكن تنضي لنادي واثنين وثلاثة في نفس الوقت اي ان كان طبعا هو العيب صغير وبيدور على مصلحته لكن برضو يعني لازم يبقى فيه حد او يعني وكيل لي بينبهه لامور كتير انا معرفش طبعا دواخل عقده ايه لكن لو نادي الزمالك نجح انه هو الشكوى دي تبقى لصالحه ممكن العيد دا يتوقف هو لسه صغير اي ان كان الموقف القانوني لازم برضو يبقى واخد حذره بشكل كبير لانه هو كان في امبي والموقف في امبي انه هو تفعيل بند الشراء ودفعوا الفلوس على حسب ما اتذكر وبالتالي اتجه النادي الزمالك ثم يعني من نادي الزمالك راح على المصري امور ممكن بالنسبة للعب يعني غريبة شوية اعطاك كمان امبي عاملة يعني برضو شكياه فهو يعني محاطب الشكاوي من ناديين سواء با امبي او الزمالك رمضان صبحي برضو مش هيكون موجود في المباراة القادمة مباراة بيرامدز والزمالك وبالتالي برضو خسارة لانه نادي بيرامدز وعدا موجود واحد من الورقة الربحة المهمة بالنسبة لنادي بيرامدز سواء با رمضان صبحي ناحية الشمال او يعني مصافة فتحي ناحية اليمين اصابة موجودة عنده حتى الان مخاف شمالك وبالتالي برضو مش هيبقى موجود لبيرامدز في مباراة الزمالك اشتركوا في القناة